أكد المبعوث الأممي استفان ديمستورا خلال محادثات السلام بين الحكومة السورية والمعارضة في جنيف أن مطلب الشعب السوري هو وقف إطلاق النار مبينا أن هذه أولوية الدول الضامنة لاتفاق أستانا مؤكدا أنها تستطيع فرض تطبيق التهدئة وأشر ديمستورا إلى أنه ستكون هناك جولة جديدة من محادثات جنيف قبل شهر رمضان وعن التقسيم قال ديمستورا أن التقسيم خطر يهدد مستقبل سوريا وسيتم مناقشة مناطق أخرى غير المناطق التي نصت عليها أستانا كما أنه من الممكن البناء على نتائج أستانا في مفاوضات جنيف